انا همشي معك واحدة واحدة. على فجأة ده تعليق على صفقات الاهل وصفقات الزمالي وكل شيء. الموضوع في ايه? انه الزمالك ما ولا فيه لعيبة اصلا موجودين من الموسم الماضي في نادي الزمالك اللي نجح نجح باهر ومش فيه مستواهم. اللعيبة اللي موجودة جديدة مش شرط دون ان هي. لا 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 ما انا جاهلك على الجزء الفن. انا جاهلك على الجزء لخص المدرب. انا اصد مش شرط دون صفقات غير نجحة ولكن لسه ما دخلوش جوه الفرق. يعني مثلا سامسون ممكن اه بصراح ان نقدر نقول انه مداش امارة حتى. اول وردي. اول وردي طبعا هو خلاص الراجل. اه رحل. الامور كانت باينة جدا وواضحة ويمكن شوية الناس لما قلنا الكلام ده بشيء من الحسابات النظرية اول من راجل جي قلنا انه في بعض اللعبة في الزمالك افضل من زكريا الواردي. الناس استقيت شوية لك لسه جاي وازبروا عليه يعني. لكن كان واضح تماما ان الكواليتي مش اعلى من اللي موجودة داخل نادي الزمالك في التوقيد خاصة. اه وكي بلاقي بكوايس بس مش اعلى من اللي موجودين. صحيح. ومش افضل مش افضل من دونجة حتى بعد عاقب. مش افضل من عمر السيسي حتى اللي بتوجهه لأسهم الانتقاد. حتى مش افضل من الرؤى اللي مقتلع به تماما انفريرة. واكيد مش افضل من امام عشور. فعندي رباعي هو افضل منهم في نجايب لعيب محترف. الطبيعي انه يبقى اعلى منهم. صح. او على الاقل هو مساوي علشان يبقى عدديا بعمل عملية الملء للمكان اللي كان فيه مشكلة. عزيم. نرجع تاني للمباراة. يالله بي. ادي اول خطيئة تاني ارجع. 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 اللي شرحناها ابطلت عمر السيسي. دلوقتي الشكل اللي انت شافه ده كريم اربعة واحد اربعة واحد. دونجة هو دونجة اللي عيب اللابس الحزاء الاصفر ده. اللي هو راجع. دايما بيكافر وراء الاربعة. وقدم. فالزمال يبيلعب طول المباراة. اربعة واحد. اربعة واحد. اربعة واحد. فالمطالب من عمر السيسي انه يعمل شغل امامه عشور. ما عملوش. كمل. طب ده الوقفة. كمل لي بقى. المفروض انه يطلب الكرة. انت بتخيل ان ف يعني ده مش دور عمر السيسي ولا ده اللي بيقدر يقديه عمر السيسي. وهنا تكمل مشكلة فريرة. فريرة راجل صارم في تنفيذ افكاره. لكن مش في كل الاوقات افكاري بيكون صح. ومش في كل الاوقات واذا جربتها مرة وهو ده اول مباراة يلعب عمر السيسي في نفس البوزيشن. لا المباراة الرابعة على التوالي بيلعب في نفس البوزيشن. وفي كل مرة لا تظلت نجاحها حتى ولو جزئيا. ازا مالك بيعاني في وسط الملعب لانه اعتماده الكل في بناء الهجمة فقط على امام ع عشور. فانت انت وحالة امام عشور. امام عشور متقلق وقادر وبيشتغل وفي حالته في البيك. ازا مالك بيظهر بشكل جيد. امام عشور مش في حالته بيظهر ازا مالك بالشكل اللي موجود عليه. فيبقى الازمة الفنية في الدخول للمباراة بالنسبة لي الاولى في المباراة هي فريرة والشكل اللي بيحاول يلعبه فريرة اللي مصمم انه يلعبه فريرة ده رقم واحد. النهاردة بتكلم على مباراة النهاردة فقط لغير. لما يكون عندي لعيب في وسط الملعب او انا عندي زيادة عددية من الدقيقة احداشر. ماشي بقى. ماشي. وانا عايز اه 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 بعد ما اتكلم على الزيادة العددية هتكلم بص اه دي لقطة التانية بتاعت عمر السيس. ده اللي انا عايز اقول لك يا كريم بص. المفروض ان اللعيب هو طالب من اللعيب اللي اتحرك ما بينه الخطوط هو امام عشور وعمر السيسي. بص عمر السيسي موجود فين? كمل 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 وبعدين لحد نهاية اللعبة. كمل لحد نهاية اللعبة. كمل. بص يا كريم. يعني هنا بس مش وقفة دفاع هي كمان في الحالة الجمية وطالب منه يتواجد فين? في الزون دي. ما بين الخطين. دي مش قدرات عمر السيسي. ولا عارف يطبقها ولا عارف يطبقها في المباريات اللي فاتت. فانت مصمم رغم ان الاداء مش افضل شيء. والنتائج مهتزة بشدة في المباريات التلاتة الاخيرة. فانت بتيجي في المباراة الرابعة والربعة ومصمم على نفس الفكرة ان انت بتحط لعبة مش قادرة تنفذ هذه الافكار.